في الحقيقة يعني ربما شفنا يعني بانوراما سريع عن الحجر اللي غير تاريخ العالم كله العالم كله كان بيعتقد ان العلوم تطبيقية الحالية اللي هي الفلك الهندسة الطب اصولها يونانية او اصولها رومانية ولكن بعد اكتشاف علم المصريات اكتشف ان ما تعلمه الرومان وما تعلمه اليونان ما تعلموه الا على ارض مصر كما ذكر الفيلم احنا ربما حاولنا ان احنا يعني يبقى فيه تلات محطات المحطة الاولى ان احنا نشوف ما قبل الحجر كان الدنيا عاملة ازاي كيف كان العرب يطلقونا على الفرعنة اسم المسخيط لان هما كانوا بيشوفوا الفرعون كبير وكانوا بيشوفوا احجام صغيرة وكان فيه محاولات بالفعل عربية واجنبية من اجل فك هذه التلاصم التمثيل الكبرى اللي شافوها وتجولوا وحاولوا يفكوا تلاصمها كانوا فشلين جدا او كانوا مكنوش يعرفوا يعملوا هذا الامر المحاولة التانية اللي هي الحاملة الفرنسية رصدناها وروحنا رشيد صورنا فيه مقر اكتشاف الحجر روحنا المجمع العلم الفرنسي اللي كان في بيت السناري وربما عملنا معايشة للاماكن اللي كان فيها هذا الحجر قبل انتقالوا الى العاصمة البريطانية لندن عام 1801 طبقا لتفقية العريش ثم محاولة شامبوليون وفكوا لتلاصم هذا الحجر اللي كان فيها راهب مصري يدعى يوحنى شافتيشي وان هذه المحاولات كللت بنجاح شامبوليون عندما قارن ما بين اللغات الثلاثة المكتوبة على الحجر وتوصل الى النطق السليم للغة المصرية وبدأ علم المصريات في مثل هذا اليوم من 200 سنة يوم 27 سبتمبر عام 1820 اعلن شامبوليون خطوته امام المجمع العلم الفرنسي واللي قال فيها انه هو بالفعل توصل الى فك رموز هذا الحجر وانه هو قدر انه هو يوصل للنطق الصحيح عبر الخرطوش اللي كان مكتوب عليه اسمه بطليموس الخامس كان هنا في هذه اللغة وكان هنا في هذه اللغة كان هنا في هذه اللغة الخرطوش اللي هو الدايرة او المستطيل اللي فيه اسم الملك لما قارن ما بين الثلاثة قدر ان يتوصل لبعض الحروف هنا وهنا وهنا وده ساعده بشكل سريع ان هو يفسر اللغة الثالثة لما فصل اللغة الثالثة راح لمحمد علي باشا خدمه عدد كبير جدا من الناس المهتمة بدراسة اللغات الميتة انا ذاك فيه لغات حية وفيه لغات ميتة وقدروا انه هم يروحوا عدد كبير من المعابد شيئا فشيئا يكتشفوا شيء عن المصريات يكتشفوا شيء عن المصريات عايز اقول لكم ان كل ما تم اكتشافه عن علم المصريات خلال متين سنة لا يتعدى اي شيء يذكر لسه فيه حقب مظلمة كتير جدا في التاريخ لا نعلم عنها اي شيء لسه فيه كتب كتير جدا لسه لم تترجم ولم نعرف عنها اي شيء وما زال هذا العلم يبهر العالم كيف توصل هؤلاء المصريين القدماء الى كل هذا المستوى المتقدم من العلوم واللي انتقل بعد كده للحضارات في مياه المتوسط سواء اليونان سواء الرومان واللي بعد كده بدأت تنتشر فيه كافة ارجاء العالم